اوكي الان للتريك رقم واحد اللي في مدونتي وقرأ الكلام اكيد فهم انا عن ايش بدأتكلم عن الشبكات الاجتماعية او مواقع التواصل الاجتماعي اللي للأسف كتير من المعلنين او الناس اللي بدوا يعرضوا عن منتجاتهم بيستخدموها بشكل غلط باسلوب عفوا غلط يعني بيكون الان كلنا بنعرف ودائما الكلام هاته بنسمعه كتير انه الناس بيفوتوا على هذه الشبكات مثل التويتر والفيسبوك وغيره علشان يعني يتواصلوا مع غيرهم يشوفوا دائما تكون متواصلين مع اصدقائهم مع الناس اللي حاملين لهم فرند او فولو فيه ناس بعملوها بيزنس اوكي انا معك لكن الهدف الرئيسي يعني الشخص العادي اللي هو الكاستمر تبعك او العميل تبعك او الشخص اللي انت كافلييت انت بدك تستهدفه علشان يعمل التحويل او يقوم بشراء المنتج او مهما يكون انت اسلوب عملك هذا الشخص دخل الى الفيسبوك او الى تويتر مش علشان يشوف اعلانك مش علشان يشتري منتجك ولا علشان يعمل كليك ويفوت ويحط ايميله وانت تربح ابدا هذا الشخص دخل فقط لانه عنده حساب فيسبوك وبيحب يدخل ويشوف اصحابه ايش بيكتبه ويكتب ويحط صور ويرد عليهم ويردوا عليه ويعلق ويتم التعليق على البوست تبعه وهكذا هذا هو اللي بده اياه اوكي ويعمل شات مع اصحابه وهي الامور كلها وبالتالي لما الشخص يدخل على الفيسبوك الشخص الطبيعي جدا مش انت كماركتر ولا انا كصاحب بيزنس ولا هذا الشخص كصاحب منتج بل الشخص العادي جدا هذا الشخص لما يدخل ويبدأ بالطبيعي جدا يشاهد التايم لاين تبعه فيسبوك حيشوف كثير من البوستات الموجودة الان الاشي اللي بلفت انتباهها والاشي اللي بيخليه يعمل بوز وهو ماشي هو الامور اللي واضحة جدا او اللي شكلها من ناس عاديين يعني انا وانا نازل هنا مثلا كمثال بكل بساطة يعني من غير ما اوقف هذا واضح جدا انه اعلان لشركة اسمها حتى مبين واضح جدا فاذا انا غير مهتم مش هوقف ابدا يعني اوكي فهذا هو اللي بصير عند الناس في الشبكات الاجتماعية بتجريح انه يقف حاليا حاليا هم غير مهتمين بعمل كليك Yuri مع اننا ممكن يكونوا عندهم اهتمام بها هذا الموضوع لكن حاليا هم فعلا داخلين مش عشان يشتره مش داخلين يدفعوا فلوس وبالتالي الاشي اللي بوقف انتباههم هو الاشياء مثل هذا البوست شايفين هذا البوست على طول انا لما انزلت وقفت هنا ده اشوف اوكي هدولو تصوروا كل هدول الناس انا بعرفهم فعلا اوكي وبالتالي انا عرفت اه هاي الصورة اخدوها بالانتركنتننتل في الست ستار هنا في القاهرة لما عملوا الارب افليات سمت اوكي انا فهمت كل اشي اهلا وسهلا اصحابي اهلا وسهلا تمام اوكي لو فيه كومنتات حضغط على الكومنت واشوف شو كاتبين لبعض وكله وارد عليهم والله منورين والله مش عارفية يا شباب عادي جدا هذا اللي بيعملوا الشخص العادي طيب ليش هنا اعطيت تفاعل واندمجت وعملت بينما هنا ما عملت اشي ليش هذا هو الفرق الكبير بين هذا الموضوع وهذا الموضوع الان ايش هذا بفيدنا او وين اللي ترك اللي ممكن نعملها علشان نخلي اه اه هذا الموضوع مناسب لالنا اوكي شوفه هنا برضو اه سيمولايف بانه صديقي يعني شخصي وانا ببعرفه شخصيا فهو موجود عنده على الفيسبوك ففي بعض الاحيان هو بيكتب بكتير بوستات طويلة فانا ما بقراها بصراحة لانه فعلا طويلة بتكون لكن مثل هذا البوست فعلا لفت انتباهي ببطو يعطي التذكرتين مجانا للأفليات وورد 2016 طبعا اه اه هاي القمة معروفة رائعة جدا بتصير كل سنة في تايلاندز اوكي فلفت انتباهي قرأت اشوف ايش اللي بيحكي عنه رائع جدا ما شاء الله عليه محمد تمام فهذا النوع من البوستات هو اللي بيخلي الشخص يقف ويتفاعل معه اوكي طيب وين اللي تركها اللي بدنا نعملها الان اللي تركها انه بدنا نقوم بعمل صفحة الصفحة هاي باسم عادي باسم شخص اسم صديق عادي شخص عادي جدا اوكي هاني هاني داود تمام الصورة بتكون صورتهاني عادي جدا مفيش صورة مفيش هاني معه مايك مفيش هاني على ستيج مفيش هاني ممشط شعراته متصور هاني صورته عاديه جدا مثل اي ناس عاديين مثل هاي الصورة مثل هاي الصورة الناس العاديين يعني الناس العاديين اللي بتطوروا شايفين خول هذول الناس عاديين جدا بتطوروا واضح جدا انه هذا مش business يعني هذا الشخص مش business واضح جدا من شكله انا هيك بدي �uzd صفحة تكون شكلها الظاهري مش بيزنس لكنها صفحة بيج هي اللي بدها تستخدمها انت للإعلانات ولما تحط إعلانك يكون إعلانك كتوصية كشخص صديق يوصي بهذا الموضوع تخيل معي لو نفس هذا الإعلان نفس هذا الإعلان كان تحت حساب سيمولايف تمام وانا حتى لو ما بعرف سيمولايف مجرد انه محمد اسم محمد وصورته اللي بشوفها دايما تمام الان تخيل معي لو هذا الحساب ومحمد كاتب اذا كنت انت من مهتمينك تعمل موقع فشاهد هذا الفي بي اس حلو جدا انا اشتركت فيه فعلا عاجبني جدا بس هل هيكون تفاعلي معه اكتر ام اقل طبعا اكتر هل هيكون تفاعلي معه او مثل ما شفت صفحة اسمها في بي بي وكاتب انه فيه والله اه 25% دسكاونت ويلا اعمل اكليك واعمل شوب هذا الموضوع المختلف الناس او انت لما تعمل البزنس سبعك او صفحتك او الصفحة اللي بدك تعلن فيها اعلاناتك الافليات باسم شخص عادي ودائما الاعلان يكون من منظور التوصية وليس منظور انك انت صاحب البزنس التوصية انت شخص عادي جدا بتنصح اصحابك لهم على الفيسبوك انه انا يا جماعة عملت كذا كذا وحلو جدا تعفو تعملوها كاعلان كنص اعلاني هتلاقي نتيجة كبيرة جدا مختلفة عن هذا الموضوع وهذا الموضوع انا جربته انا في صفحة اجنبية عندي طبعا لانه اغلب الاعلانات اللي بعملها افليات تكون اجنبي فجابت عندي نتيجة حلوة جدا 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 ليه جسد ما حكينا لانه الهدف او هدفنا احنا كمعلنين كافليات بنعمل اعلانات على الفيسبوك انه الشخص هو نازل يقف هو نازل هيك يقف في البوست تبعنا طبعا هذا هدف الاول الان بعد ما يقف لان انا طبعا عمل له تارجتين صح او مستهدفه هيبين معه انه والله هذا الاشي فعلا محلو بينما اعلان مثل هيك انت عادي جدا بتنزل ممكن اصلا ما تنتبه له لانه واضح واضح انه يعني بتكون عادي زي هيك وماشي اوكي او اعلان اوكي ماشي اه هدول اصحابي اشوف شمالهم صح فهدفنا انه النظر الاولى تكون لهذا الاعلان انه مش اعلان انه صاحبك منزل اشي حلو جدا واحسن طريقة او احسن اشي بيجلب نتيجة مع هاي اللي ترك هو المقالات الاعلانية يعنك تعمل اعلان لمقالة اعلان لمقالة وتوصي بها كأنك شخص عادي في داخل هذه المقالة طبعا بيكون فيها سيلز فانل صغير هيك بداية السيلز فانل بحيث انت تبدأ بوضع العملاء فيها هناك وطبعا السيلز فانل قصة كبيرة يعني بحيث انك تقدر تخليهم عملاء حقيقيين بيدفعوا فلوس تمام؟ هاي اول ترك اسم الصفحة يتغير الصورة تتغير يكون الاسم عادي جدا كأنك شخص عادي والكوبي او الكلام اللي يكتب عند في الاعلان يكون كتوصية مش كميزة او كيعني واو تعشوف المنتج تبعي او شوف على هذا المنتج كتوصية يكون كتوصية كأنه شخص عادي انا لو صديقي اج عندي وتحدث معي عن منتج معين هو استخدمه فعلا وعجبه والله العظيم اللي اشتريه يعني يعني لا مجال 99% من الناس هيشتروا لو اصحاهم حقولهم عن منتج كتوصية من صاحبهم يعني تمام؟ بينما لو نفس صاحبك اج عندك وحكى لك انه هو عمل شركة او هو مصوخ لشركة وفيها منتج كده 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 حيضل في عندك حركة انه والله هذا الشخص مش يعني بده يربح مني بس فهنا الفرق انه انت في الوهل الاولى الشخص هو بنازل في التويتر او في الفيسبوك ما يعتقد انك انت بيزنس يعتقد انك انت شخص عنده فرند تمام؟ طبعا ممكن جدا يشوف سبونسرد هون يعرف انك انت عامل اعلان ممكن جدا يعمل كليك ويفوت جوه ويشوف صفحتك لكن مش صار تفاعل فاذا انت مستهدف صح تأكد انه في نتيجة افضل هتصير تمام؟ وما في غلط ما في حدا بيمنع ابدا انك تعمل اعلان باسم صفحة اسمك يعني ما في حدا بالدنيا ممكن يعترض على هذا الموضوع او ممكن يحس انه انخدع بهذا الموضوع لانه هذا عادي جدا جدا هاي اللي ترك الاولى اتمنى انكم فهمتوني وعرفته يعني سبب قوتها ان شاء الله وكيف ممكن تفيدكم نشوف اللي ترك نمبر تو